أكد سعادة المهندس عصان بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أكد أن وزارة تولي ملف الأمن الغذائي اهتماما كبيرا وذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المفدة حفظ الله ورعاه بتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار فيه كما أكد الوزير أن الملف يحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الأمن الغذائي ضرورة للمجتمعات والدول ورصيد من الموارد يحفظ الأسواق من أي هزات خاصة ما يرتبط منها بالعوامل الخارجة عن الإرادة والتي تسبب اهتزازا في سلاسل الإمداد العالمية وهو الأمر الذي تأخذه وزارة الأشغال والبلديات وتخطيط عمراني بالحسبان الوزارة عملت على دعم المربين البحرينيين وتمكينهم بما يترتب عليه تحسين الثروة الحيوانية في المملكة سعيا للوصول للاكتفاء الذاتي النسبي كما تم وضع حجر الأساس لإقامة مفرخة جديدة لشركة دولمون في نوفمبر 2021 بالإضافة إلى تسهيل استيراد بيض التفقيس الخاص بالنجاج اللاحم وتسهيل استيراد الصيصان أيضا يحظى مربو الحيوانات والعاملون في إنتاج اللحوم الحمراء بالدعم حيث توسعت الوزارة في مصادر الاستيراد وذلك لضمان استدامتها الأمن الغذائي في المجال الزراعي يحظى أيضا بالاهتمام إذ أن الوزارة حرصت على تخصيص أراض تدعم أسليب الإنتاج الزراعي الحديثة كاعتماد لتقنية الزراعة بدون تربة ضمن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بشأن الأمن الغذائي فيما يخص تنمية الزراعة المائية الهايدروبونيك ودعم المزارعين البحرينيين من خلال حزمة من التسهيلات المهمة والفعالة ولأن مملكة البحرين يحيط بها البحر من كل جانب يعتبر اهتمام الوزارة في الثروة البحرية والاستزراء السمكي عنصرا مهما في رفض الأسواق بالكائنات البحرية إذ تم التشجيع على زيادة الاستثمار في الاستزراء السمكي وإصدار القرارات والتشريعات التي تهدف إلى المحافظة وحماية الثروة البحرية وإنشاء المركز الوطني للاستزراء السمكي في رأس حيان بحيث يكون مركزا للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراء السمكي كما تم تتشين مبادرة إطلاق 100 ألف سمكة مستزرعة محليا خلال عام 2022 تأمين الغذاء واستدامته وسلاسل الإمدادات إهداف تسعى لها المؤسسات المعنية في مملكة البحرين باعتبار الأمن الغذائي جوهر الحفاظ على استمرارية تواجد السلع الغذائية في الأسواق بالأسهر المعقولة وبالإنتاج المحلي في تعاون بين حكومة مملكة البحرين والقطاع الخاص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي